بسم الله وأصلي وأسلم على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم شاء الله من مطبخ أبو سيجل على النبي يجدكم وصفة البسكوية محلات بسوي أطفال اللي يجيء من قرمش يجيء ولا أرواح تحبوا تحشيه بالشوكولات تحبوا تخليه هكذاك كما نعرف الكل في أي وصفة فيها مقادير فيها كيف التحضير رح شوفوا بعضنا كيف التحضير والمقادير رح نشوفوا يلا رح نشوفوا يلا رحوا أنا فقط يعني استسمحكم بأن تضعوا لإعجاب فقط ونمر مباشرة للوصفة هنا في رسيبيان عندي هنا علبة 250 غرام نقسمها عن نصف نبدي منها 125 غرام يعني العلبة هذه نقسمها عن نصف تصبح 125 125 غرام تكون طرية بدرجة حارة الغرفة نضعها في رسيبيان نضيف رشاة ملح ونضيف السكر وهو كاس إلا ربا سكر نعم نصفيه هنا في الغربة المليح أو في الصفايا سوف نضيف كاس إلا ربا ونضيف كاس إلا ربا نضيف زيت ونعاود نخلط جيدا بسباتيولة أو بفوي اللي عندكم في البيت تقضوا وتخلطوا به يعني سباتيولة أو فوي يعني مش ضروري للبطير يعني نبقى نخلط حتى تصبح كريمي هكذا ورح نضيفه كيس فانيلا فانيلا سكر اللي عنده فانيلا بودر يحط مش مشكل نضيف هنا بياد البيض بياد البيض يعطينا قرمشها وصفار البيض يعطينا طاروة نحن رح نضيفه منها بياد البيض فقط يعني وصفار البيض اخر مبيحة جهرة ونبقى نحرك جيدا نقضع حتى تتمزج كل مع بعض المكونات هذه ورح نضيفه هنا الفارين حطت الكاس اللول نضيف ملعقة صغيرة من خميرة الحلاويات ملعقة صغيرة فقط ونغرب الهم كما كم تشوفوه ونبدأ اللمب الاجيناتيغي بسباتيان بعد ذلك نضيف الكاس الثاني الكاس يوزن حوالي 135 غرام الفارينة حوالي 150 غرام الناس اللي يحبوا ميزان عندنا الكاس فارينة يوزن 135 غرام ونحرك جيدا هكذا ورح نضيفه الكاس اخر نضيف النصف ونضيف نصف الاخر الناحي سباطيول ونبدأ نخلص بيدي اللمع جينتي بيدي كي نعرف صمك ونعرف طروة هنا نكمل نصف كاس الثانيغ ونبدأ اللمع جينتي ونضيف لها ملعقة اخرى ثلاثة كيسان فارينة وملعقة فارينة يعني انتم تقدروا تحطوا ثلاثة كيسان وملعقة تقدروا تحطوا اقل او اكثر فارينة وميزتها كين فارينة تشرب وفارينة لما تشربش نجيب هنا كيس بلاستيكي ونحطها في وسطه وندخلها التلاجة حوالي نصف ساعة او رجح هنا بعد مرة نصف ساعة نخرجوا عجينتنا من الكيس هذا وانا كنت فرشت فوق طاوية العمل كيس باستيكي ونضعها فوق منه ونجيب كيس باستيكي اخر نضعها فوق العجينة ونحلها بالقراس على شكل مستطير دائري مربع كما تحبونت والصمك تيحها شوية رقيق نحلوها بصمك شوية رقيق ونجيبه الطابعة نضعها ونبدأ نطبعها كامل العجينة هذه ونضعها كامل ونضعها فيه كيس باستيكي ونعاود نزيد نخدم به نحلو كيس هذا ونجيبه الطابعة ونضعها كامل بالطريقة هذه يكون العملية سهلة جدا وبسكوي هذا نضعها لولادتنا دخول مدرسي ونشربوا فيه الصباح الحليب وقهوة ونضعها 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 في البيت ونضعها كل يوم ولكن على الأقل نضعها مرة في الخطاء على الأقل كل شهر نضعها مرة ونجيبه هنا ننهز الكيس ونبدأ نرفع كل قطعة ونضعها على ورق طهي أنا هنا نكملها كامل ونرجع الكم السنية ونضعها أخرى ونضعها هذه السنية من أجل ونقوم بسئة لديك وأنتم بسئة وسنعطاشة في السنية الاخرى وحوالي سبعة قطاعات أخرين في سنية أخرى نجيب عود هذا ما نروحش نحط العود وين يعني يكون بيكي لا في الأسفل ونطق به هاته تقوبة هاده بالشكل هذا بشينا بسكويت المحلات وراح نحطها في الفرن على 180 درجة مئوية نكمل العملية هذي كاملة وندخل سنية تياي في الفرن على 180 درجة مئوية طيبها من الأسفل ونخرجها أنا عندي 100 غرام شوكولاتة نكسرها بالسكين باش تسهالي في الدوابان وراح نجيب هنا ربع كاس كريمة سائلة او ربع كاس حليب مع ملعقة فارينة ملعقة فارينة ونحرك جيدا نحطها تسخن مليح ونحطها فوق الشوكولاتة هذا الكريمة السائلة وضعها تسخن وضعت الشوكولاتة هنا في ريسيبيون ونجيب الكريمة هذه ونصبها من فوق هكذا هي سخنة تغلي وندوب الشوكولاتة تماما ندوبها تماما بعد ندوبها ندخلها المجمد حتى تحكم روحها مليح ونبعد نحطها في كيس بلاستيكي او في كيس حلواني ونبدأ نحشي شوكولاتتين او نحشي البسكوي بالشوكولاتة هذه اللي خدمناه نحطوا كمية صغيرة ونغلق عليها هكذا بطريقة هذه ونحطها في الجهة الوحة جابسكوي صدقوني ولا عروح صدق بسكوي ما شاء الله ما شاء الله تقدموا تخدموا لوليداتكم تفرحوها بهم اه هنا بعد ما نحشيهم كامل اروحوا نشوفوا طبقة تقديمتنا فوق طويل العمل اللي راح يعجبكم ما شاء الله ما شاء الله اه انشاء الله تجربوها ودولوا يا عمي بوساجد اننا جربناها وعجبتنا ولادنا عجبتهم ما شاء الله اروحوا طبق التقديم الان عقدة باش تعرفوا اه كيفية جات هذه البسكويت هذه البسكويت انا كما كم تشوفوا حاطنا لهم الشوكولاتة هون باقي نكمل الاخر نكملوا كامل اه كيدي راح نكمله انا فقط انه لتصوير يعني صورت هذه اللقطات باش نكمل الفيديو بكري شوفوا جاء ما شاء الله ما شاء الله جاء ولا عروح صدقوني ولا عروح اذا انا احبائي اه اقولكم السلام عليكم في وسط القادمة ان شاء الله ولا تنسونا بالاعجاب فقط يعني حتى يعني ان تشاهد الفيديو في اليوتيوب سلام الحار لكل احباء والمتتبعين ورب يحفظكم ببارك فيكم ورزقكم ما تتمنوا اه في امان الله ولا تنسونا بالاعجاب شكرا